نتمنى الشفاء لطفل فرح وفي ذات السياق تناشد عائلة طفل عبد المعز البلغ 15 سنة من ولاية البيض والمصاب بسرطان الغدد اللمفوية تناشد المحسنين من أجل مساعدتهم لنقل ابنهم لخارج الوطن للعلاج بمبلغ مالي يقدر بمليار وخمسمائة مليون سنطين للإشارة فقد تدهورت حالته الصحية بعد معاناة مع المرض دامت لأكثر من 6 سنوات في اليوم وهو اليوم أقول بحاجة لعملية جراحية مستعجلة بالخارج لزرع النخاء الشوكي التغطية للعرج برمضان المرض الخبيث هذا انتعال ابن التاعيره في مدة 7 سنوات وهو يتعالج بالعالج الكيميائي الى ان وصل بنا المطاف وقالونا الاطباب اللي لازم له عملية وعملية هذه مستعجلة لان المرض الخبيث هذا يزداد انتشارا ولازم عملية مستعجلة واللي كلفتها مليار وخمسمائة مليون سنطين في الخارج طلبونا العملية التعزر هذه تعنوخها العظمي واللي جوزت قدراتنا وان الله غالب يعني من عالم سورة الحال لذا اناشد سلوطات العليا والشعب الجزائري باكمله لمدد العون الابن التاعي كان متميزا بدليل الشهادات كان متحصل على امتياز في مساره الدراسي كان عنده هواية لاعب كرة القدم كان بقي مشي بعيد ولكن الان الامل التاعي يصبح فقط انسانا عاديا توقف عن الدراسة مش امر سهل في سن الطفولة سن المارة عن 9 سنين قبل هالمارة التاعي الآن نحن نسابقه في الزمن الخالية في انتشار سريع والحل الوحيد هو العملية اللي ان شاء الله اللي في الخارج